طيب جات منين فكرة تولي مهمة المدرب العام اللي نادي تسميلك مع كارترون? احكي. اه السنة اللي فاتت لما ابتدينا الشغل. مم. كنت مدرب مساعد مع كابتن سامي الشاشيني. مم. اه السنة امير مرتضى كلمني وروحت عادت معاه وقال لان عايز اكتبه موجود في الجهاز دعا النادي مع مستر كارترون تمسك مساعد مدرب مع كابتن سامي الشاشيني. فقالت له انا ما عنديش مانع. مم. ساعتها كنت بحضر ان انا كنت مسافر راح المغرب. مم. فطبعا اول ما طالب مني الطلب ده قطي يعني بصراحة كانت امنية من امنياتي. مم. انا اشتغلت فترة طويلة او سنين طويلة. مم. عشان اوصل للمكانة ديت. مم. فالحمد الله وفيت على طول. بتادينا كان عندنا اول مطش الشرقية. الشرقية از ازيق. مسكت التدريب انا والكابتن سامي الشاشيني. مم. بحد مم ساعتش انك. انت مساعتش طول الوقت اللي انت كنت موجود فيه. انت ابتديت من مدرسة الكورة. تضرب في مدرسة الكورة. مساعتش طول الوقت ده انك تبقى موجود في الفريق الاول. عمري في حياتي ما حاولت ان انا اوصل باي اسلوب بعيد عن التدريب وبعيد عن شخصيتي. وبعيد عن ان انا اه الناس تتكلم على شغلي. وعلى كفائتي. باي حاجة تاني. من الاول ما ابتديت تدريب. مم. وانا يعني الحمد لله اسمي في النادي اسم كويس. يعني عيبت في النادي درجة اولة. ايه. عيبت منتخب شباب. لعبت منتخب اولمبي. عصرت يجيلي كبير جدا على رأسهم من كابتن اشرف اسم. كابتن احمد رمزي. كابتن اسماعيل. اه خدت بتلتين دورة عام. مم. واخد بتولة افريقيا مع الكابتن جهري. مم. لعبت كاس عالم مع كابتن ابو العز. فالحمد الله اسمي كويس يعني. ممكن اصابات شوية. ايه. لكن. مالكورة دي فيها نصيب. اه. فيها اسم. مالكورة نصيب وربنا خلي بالك يبقى شغيل لك حاجات احسن. صحيح. ما نعمل بالله. او ما تكملش في الكورة. او ما تكملش كلعيب وتاخد النجومية وانت لعيب. مم. لكن ممكن تاخدها في حاجة تانية خالص. صحيح. فقلت عايز بتدي التدريب. مم. اروح فين? رح تروح على الكابتن عازم مجادل طوله انا اعتزلت. مم. عاز اشتغل في التدريب. مم. الخانسانة كام ده? الفين وتلاتة. الفين وتلاتة. اه. خدت دراسات طوله انا تربية راضية انا باكاليروس تربية راضية. مم. واي دراسة هخش على طول يعني. مم. فقال لي خلاص ماشي اوكي. اقعد كابتن نبيل نصير. بعتني لي وكلمت معي وحطني في المدرسة الخاصة. مم. احنا عندنا قطاع الناشئين. قطاع البراعم. وهي المدرسة الخاصة اللي هي بيبقى موجودين فيها المدربين. مم. اللي بيشتغلوا مع الولاد اللي هم من خارج النادي او اعضاء النادي اللي هي بفلوس. مم. قلت مش مشكلة. ابتدي فيها. واتعلم واتطور لحد ما اشوف انا قدر اوصل. وفعلا مسكت في المدرسة الخاصة. كنت بشتغل كل يوم. قابلت الكابتن محمود الخواجة. الصدفة. بتعمل ايه? قلت له انا بشتغل في المدرسة الخاصة. ازاي امير انت تشتغل في المدرسة الخاصة. مم. قلت له يا كابتن انا روحت للكابتن نبيل وحطيني في المدرسة الخاصة. مم. قال لي لا. انت لازم تشتغل في المدرسة الاسية. مم. لسه انبطل. وعندك اه امكانيات تظهرها للعيبة الصغيرين البراعم. مم. ازا كان نموذك تعمل بكورة جري بكورة. مم. زجزاج مهارات بتاع اللعيبة تستفيد مني. مم. طوله خلاص تمام ماشي. تيجي هنا وهنا. يعني اشتغل في المدرسة الخاصة. ايه. اشتغل في المدرسة. ايه. ايه. القسية بتاعت الناد. ايه. ايه. فقالت له خلاص ماشي اوكي. خاصة دي امه فلوس. اه الخاصة دي امه وفلوس. امه. واشتغلت. امه. في المدرسة اشتغلت في المدرسة القسية. امه. لحد ما اتدركت على ايد كابتن برجيلا. كابتن محمود سعد. مم. وخدوني لفرقة البراعن بتاعتنا بتاع مواليد اتنين وتسعين. كان عندهم ساعتها اتنشر سنة. قالوا تبسك الفرقة دي. يا طول اتبالك. اه. يا طول اتبالك. انا. من الفين وتلاتة. اه خدتها من. انا خدتها من تحت.